بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ايه الفرق ما بين الام في في ام والام في بي والام في اي حل? خلينا نقول ايه الفرقات ما بينهم بامثلة بسيطة نطبقها عليهم هم التلاتة عشان نقدر نفهم الكنسبت بتاعهم بشكل عام طيب اول حاجة الام في في ام الام في في ام اختصار الام لموديل وفي او الفي الفي والفي ام الفي موديل حلو? طيب كل لير منهم مسؤولة عن كونسبت معين عن حاجة معينة حلو? طيب الموديل مسؤول عن ايه? الموديل مسؤول ان هو يريبرزنت الديتا والبزنس لوجيك للابليكيشن. حلو? يبقى الموديل مسؤول عن البيانات والبزنس لوجيك للبرنامج بتاعك. طيب الفيو. الفيو بمنطقة البساطة مسؤول عن ان هو يريبرزنت مكونات ان هو يعرض الشاشات دي للمستخدم عشان يشوفها على الشاشة. طيب الفيو موديل الفيو موديل مسؤول ان هو ميدياتور بي اكت ازا ميدياتور هو وسيط ما بين الفيو وما بين الموديل. بيروح يجيب الداتا من الموديل يوديها للفيو يعرضه. حلو? المفروض ان البيو موديل برضو ان هو بيبقى فيه لاير اسمها الريبوزتري. الريبوزتري دي بيروح يجيب منها الديتا ويوديها للفيو لما الفيو يطلب منه يوبزيرف على ديتا معينة. حلو? فهو وسيط. اتهولد ازا يو اي ريليد الدادا بيحتفز بالبيانات المتعلقة بوجهة المستخدم. الري هيحتاجها ويروح يطلبها منه كفيو موديل. اند بروفايد زي ماسودز فور زا فيو وبيوفر ماسودز للفيو عشان تتفاعل مع الموديل. مثال. تخيل ان انت هتبني برنامج مسؤول عن الطاقس. زا موديل الموديل هيفتش وزر ديتا فرم اي ان اي بي اي. الموديل هيفتش الوزر البيانات بتاعة الديتا من ال اي بي اي. هو الجزء الخاص بالحتة دي هو برضو الريبوزتري. الفيو بيدسبيلي الديتا دي لليوزر. بيعرض البيانات اللي عندك دي للمستخدم. والفيو موديل بيحتفظ بالفتش الديتا and exposes it to the view. بيوديها للفيو عشان الفيو يعمل ايه? يعرضها. حلو كده? طيب. الام في بي. الام في بي اختصار لموديل فيو بريزنتر. الموديل same as in mvvm. يعني الموديل نفس اللي بيعملو في الام في في ام بي ام. بيربريزنت الديتا والبزنس لاجيك. طب الفيو برضو بيربريزنت اليو اي كمبوننت بيعرض مكونات اليو اي. طيب البرزنتر البرزنتر مدياتس ما بين وسيط ما بين الفيو وما بين الموديل. بيريتريف الديتا من الموديل ويعمل لها عشان يعرضها جوة الفيو. حلو? بس الفرق ما بين الام في بي والام في في ام ان كل بيرزنتر كل بيرزنتر مسؤول ان هو يودي الديتا دي لفيو معين. انما في الام في في ام مش مربوط بفيو معين. ده الفرق ما بين الام في بي والام في في ام. طيب. مثال نفس المسال بتاع البرزنتر في الام في بي هيفتش الويزر ديتا من الموديل. ويباصي البيانات دي للفيو عشان يعرضها. والفيو would only be responsible. الفيو مسؤول فقط ان هو يعمل ايه يديسبيلية الديتا دي يعرضها. هو البرزنتر بيتعامل مع اللوجيك. طيب الام في اي. الام في اي اي اختصار الموديل فيو انتنت. حلو الكلام. طيب. الموديل بيريبريزنت الابليكيشان ستيت. حالة الابليكيشن. الستيت بتاعتك. البيو بيريبريزنت اليو اي كمبوننت. والانتنت. الانتنت بقى بيعمل ايه بيريبريزنت اليوزر اكشنز او ايوينز. تفاعلات اليوزر او الاكشنز الي بياخدها اليوزر المستخدم. that trigger state changes in the application. بالtrigger. ال changes بتاعت ال ايه. البرنامج. حل. يبقى الموديل. الموديل بيريبريزنت ال state بتاعت الابليكيشن. حل. وي ال view بيريبريزنت اليو اي كمبوننت. مكونات اليو اي. والانتنت بيريبريزنت اليوزر اكشنز or events that trigger state changes in the application. مسال على. حل. التوكس in the weather app. ال ام في اي. هيتعامل مع ال state changes based on بناء على اليوزر اكشنز. تفاعلات المستخدم. فور اكزامبل. مسال. وينزا يوزر سليكت ستي. لو المستخدم اختار مدينة من المدن. هيتريجر انتنت. هيتريجر انتنت عشان يفتش الوزر داتا دي. البيانات المدينة دي. من الايه? من اه فورزات ساتي للمدينة دي. حل? يعني هيعرض البيانات المتعلقة بالتقس الخاص بالمدينة اللي انت هتختارها. الموديل الموديل هي ابدات اتس استيت اكوردنلي هيحدس الستيت دي. والفيو هيرفلكت الابديت استيت توزا يوزر. هيعكس الحالة المحدثة للمستخدم. طيب. عشان نلخص اللي تقال في الام في في ام البيو موديل هو اللي بيهولد الديتا للفيو. هو اللي بيحتفز بالبيانات عشان يوديها للفيو. في الام في بي البرزنتر هو اللي بيفورمات الديتا للفيو. في الام في اي الانتنت تريجر زيستيت تشينجز انزا موديل بيست بي بيتريجر التغيرات اللي حصلت في الستيت جوة الموديل. which are ريفليكتد انزا فيو. الكلام ده بينعكس على الايه? الفيو. حلو? يبقى الانتنت هو المسؤول عن بتاعت اليوزر او الاكشنز اللي بياخدها اليوزر بناء عليه بيتريجر اللي ستيت تشينجز دي في الموديل اللي بيحصلها ريفليكشن انعكاس على الفيو. in all three patterns في three patterns دول الام في بي والام في في ام والام في ام والام في اي الجول از الهدف ان هو يعمل سيباريت كونسرن يعزل المفاهيم عن بعض يخلي كل حاجة مسؤولة عن responsibility واحدة and make the code more modular and detestable يخلي الكود اكثر قابلية للاختبار واسهل but they approach it in a slightly different ways بس بيطبقوه باشكال مختلفة. طيب مسال عملي على الام في في ام. الام في في ام هتكاريت فيو موديل. الفيو موديل ده جواه ميسود اسمها جيت وزر ديتا. بترجع لي live data of سترينج بيرجع لي البيانات بتاعة الوزر التقس. حل? ده الوزر آآ موديل. طيب الوزر فيو موديل هيكستند من ال فيو موديل. حل? جواه هياخد object من الموديل. الموديل ده مسؤول عن البيانات بتاعتي. حل? آآ آآ object من الموديل. لايف ديتا. اوف سترينج هسميه وزر لايف ديتا. بيساوي موديل لايف ديتا. وي هعرف الكونستركتور جواه الكونستركتور هفتش الوزر ديتا. حل? وي هعرف فانكشن اللي هي بتفتش الوزر ديتا. بقول له الوزر ديتا بيساوي الوزر موديل دوت جيت وزر ديتا. وزر لايف ديتا دوت بوست فاليو. حطيلي في القيمة بتاعتها الوزر ديتا دوت جيت الايه? الفاليو. حل? ويه فانكشن بتجيت الوزر لايف ديتا بترجعها لي. جوا الاكتيفتي ها هعمل ايه? هاخد object من ال view موديل. وهقول له والله الفيو موديل دوت جيت وزر لايف ديتا دوت ابزيرف اعمل لي ابزيرف على اللايف ديتا دي. طيب في في ادي الموديل. الموديل اه فانكشن اسمها بترجع لي مسلا ان هو صاني. حل? طيب البرزنتر البرزنتر بقى زي ما قلنا باخد object من الموديل وباخد object من الفيو. فانا قلنا الام في بي البرزنتر بعرف مين الفيو اللي رايح له. ودي الكونستركتور بنادي على فتش وزر اه ديتا. حل? عشان ترجع لي الوزر ديتا وبكرية انترفيس الوزر فيو جوه فانكشن بتديس بلاي الوزر. حل? وبتاخد سترينج وزر ديتا. حل? جوه الاكتيفتي هعمل ايه? هامبلامنت الانترفيس بتاعي اللي هو وزر فيو. فهي اوور رايد على المسود اللي اسمها وقدر اعمل فيها اللي انا محتاجه. طيب في الام في ايه الموديل استرينج وزر ديتا وفانكشن اسمها بترجع لي بقول له الوزر ديتا بيساوي صاني. وفانكشن جيت وزر ديتا بترجع لي السترينج ده. ويهي جوه الاكتيفتي ده الموديل. جوه الاكتيفتي حل? هياخد من الوزر موديل وهقول له بوتن ده الايه الانتنت ال هينفز الاكشن ده اللي بيتريجر اليوزر اكشن. اليوزر اكشن عمل ايه للزرار اللي اسمه او لما يدوس عليه هينادي على الوزر موديل دوت فتش الوزر ديتا وهبعت له ايه السترينج بتاعي نيويورك وبعد كده عمل فيحدس اليو ايه بالداتا الجديدة. حلو? الابديت وزر يو اي باخد وبقول له بيساوي الوزر موديل دوت جيت وزر ديتا. يبقى باختصار في الامفي ام الفيو موديل بيهولد الوزر ديتا وبيحدس الفيو اول اما الديتا تتغير. الفيو موديل بيحتفظ بالبيانات بتاعت التاكس. وبي expanding بيحدس الفيو لما داتا دي يحصل لها تغيير. في الامفيفي البرزين تيرجع لي بيانات التاكس. وبي update بيحدس الفيو ويسم fuiوماتة دا بالبيانات اللي يصنعها في في الفيو بيتريجر انتنت الفيو بيتريجر انتنت عشان يفتش الوزر داتة اللي هو ايه اللي هو اكشن اليوزر اللي هو دس على الزرار والموديل بيابديت والتغيرات دي بتنعكس في الاخر على ال ايه الفيو ده كان الفرق ما بين الام في بي ام والام في بي والام في ايه كل واحد بيترن من دول بيستخدم حسب او حسب بتاعك بتاعك بتاعه عامل ازاي حجمه عامل ازاي اه هيتقضيت بعد كده او هشتغل على اللونج تيرم ولا لأ الفاميلياريتي بالباترن ده ما بين التيم اللي انت هتشتغل معاه اه تيم اكتر بالام في بي ام ولا ام في بي ولا ام في اي حسب اه بتاع المشروع بتتفقوا وتحددوا انتوا هتشتغلوا اه المشروع ده بان هي باترن من دول كل باترن لمميزاته لعيوبه لليوز كيسز اللي انت تستخدمها لي